السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طلابنا طلاب الحادي عشر العلمي والصناعي اليوم إن شاء الله سوف نأخذ أسئلة الفصل للحركة الدائرية جدا سهل جدا بسيط دائما نبدأ بسم الله نتوكل على الله هذا يرحل رمز الإجابة الصحيحة فيما يأتي في حركة قرص النر أي لبارات الأياتية صحيحة فيما يتعلق بالسرعة الخطية والزاوية لنقطة على القرص نلاحظي أصدقائي هذه هي حركة القرص المرن قلنا يا أصدقائي بأن السرعة الخطية تكون بهذا الشكل هنا هنا وهنا وهنا متساوية بالمقدار واضح متساوية بالمقدار وإيه تختلف في الاتجاه حسب يكون مماسي بالاتجاه واضح إذن متساوي مقدار تختلف إيه اتجاه وسرعة الزاوية ماذا يا أصدقائي تكون تكون هكذا سرعة الزاوية ثابتة مقدارا واتجاه اتفقنا إذن كلاهما ثابت ليست الخطية تتغير كإتجاه كما هو متغير هذا ليس صحيح الخطية ثابت والزاوية متغيرة الخطية متغيرة والزاوية ثابتة هي الإجابة الصحية نذهب لأضع دائرة ثانية كيف يتناسب التسارع المركزي في الحركة الدائرية المنتظمة أكتب قانون التسارع المركزي V-Central V-Square Divided By R اللي هي الصرعة مربع الصرعة الخطية على نصف القطر أو البعد عن المركز تكلمنا يا أصدقائي هنا طرديا مع الصرعة الخطية ولا طرديا مع مربع الصرعة الخطية هنا يا أصدقائي طرديا مع الصرعة الخطية هنا مربع الصرعة الخطية فهنا ليس منطقيا ليس دقيقا جدا فيجب أن تكون V تربية لو مربع منحطها صح طرديا مع الصرعة الزاوية طبعا هذه نفس قانون W تربية في R أو OME يسميها W أو OME كما تريد طرديا مع الصرعة الزاوية لا طرديا مع مربع الصرعة الزاوية نعم فالإجابة ماذا هي D نذهب إلى ثباتها يتحرك جسم حركة دائرية ممتظمة بحيث يعمل دورة واحدة كل ثانية فكما تساوي سرعة الزاوية بوحدة ثرات الثانية لاحظوا أصدقائي بأن F ماذا يساوي واحد ريف ماذا يعني ريف يعني دورة ريبلوشن يا أصدقائي فهنا إذا ما أردت أن تجد السرعة الزاوية يوجد دي قانون نقول بأن السرعة الزاوية تساوي اثنين باي مضروبا في F واضح؟ فهي اثنين باي وف في أصدقائي هي واحد ويساوي اثنين باي الإجابة يا أصدقائي هي با الربعة يتحرك جسيم في مصار دائر يبزت بالتسارع الزاوي وأعطانا العلاقة ماذا تعني هذه العلاقة أصدقائي هذه تعوض فيها الزمن فقط هذه فكرتها فكم يساوي التسارع الزاوي الجسيم بعد ثانية واحدة فقط عوض مكان تي يعني تايم واحد فقط هذه فتقول لي عند واحد ثانية يساوي باي على اثنان مضروبا في واحد زائد باي على اربعة مضروبا في واحد ترية إن واحد المقامات يا أصدقائي كيف واحد المقامات هنا المقام اثنان والمقام اربعة اضرب هنا في اثنان في اثنان اثنان باي زائد واحد يساوي ثلاثة باي على اربعة الإجابة هي ماذا ثلاثة باي على اربعة فخمسة الإجابة هي ب تمام بهذا الشكل اي اه هنا رابعة اه لم نحل الرابعة تمام عربة ملاهي تتحرك حركة دائرية منطبمة تنشز ثماني دورات خلال اربع ثواني فكم يساوي زمنها الدوري ثماني اصدقائي الزمن الدوري يساوي ازمن الدورة على عدد الدورات احفظ قانون وارحوسا كم زمن الدوري اصدقائي اربع على عددها ثماني اربع على ثمانية ويساوي نصف واضح؟ الزمن الدوري هو زمن دورة على عدد الدورة هذا درس سهل فقط يعني انت ممكن تتصعب او انت ممكن تتعب فقط من القوانين ما حط القوانين على طرف حطهم جنبك وما تخل القانون عائق اليك انك تهل وتفهم درس ولا سهل ايه وبسيطه يا اصدقائي ننظر هنا ايه في ستة كرة مربوضة في نهاية خيط طوله اربعون سانتي الطول لا يوجد بالاربعين سانتي عليك ان تحوله لمتر على طول فهي ايه سفر فاصل اربعة متر تدور بانتظام في مستوى افقي في مصار دائري فتستارق زمنا دوري ومعطينا الزمن الدوري اعزائي سفر فاصل اثنين فكام يساوي تساروها المركزي وحدة افراد لكل ثانية تربية طف وتقول لي ايه انت عطيتني على الزمن الدوري قانون وليس كذلك ما هو قانون زمن الدوري اصدقائي قانون زمن الدوري ماذا يساوي الذي هو اثنين باي نقاف على ماذا على عين هذا هو قانون الزمن الدوري واضح اثنين باي نقاف على عين نعود الان اثنين باي نسخ القطر يا اصدقائي سفر فاصل اربعة يعني سفر فاصل اربعة انا اسم ان كتبت عربي بس اتحملون ايه عين ايضون نطنو باعرفش ايه كم تساوي طي زمانها دوري سفر فاصل اثنان بهذا الشكل الفاصل اما الفاصل تذهب الاثنان ما الاثنان تذهب فعين يساوي اربعة باي اذا في كم تساوي اربعة باي اختصارا يا اصدقائي في يساوي اربعة باي طيب تريد التسارع المركزي تقول لي بان التسارع المركزي اي سي تساوي في تربية على ار في هي اربعة باي تربية على ايه على سفر فاصل اربعة ستة عشر على اربعة هي اربعة اربعون باي تابيع الجواب الاجابة باي تطلع معا كذا سبتال على الحسب اربعين باي تابيع يزي دي واضح الاجابة سادسة هي السابعة كم تساوي الازاحة الزاوية ما الازاحة الزاوية يا اصدقائي ايه فيتر التي تقطعها كتلة نقطية عندما تحرك على مصار دائري طول نصف قطره مئة متر إذن R يساوي مئة مسافة معضنا S المسافة الكاميرا نقول ولا أسأل منه S ماذا يساوي R في فيتا صح؟ قانون كن حافظه المسافة يساوي نصف القطر في A في الإزاحة الزاوية أو الزاوية زي ما بدأ تقول لي يعني فيتا ماذا تساوي أصدقائي فيتا يساوي S على R S اللي هي مئة و سبعون و خمسون على R كما أخرجت لدينا يا أصدقائي هي واحد فاصل خمسة سبعة ولكن الوحدة هنا يا أصدقائي راديان احذر فالوحدة هي راديان طب ماذا نعمل للراديان عليك أن تضربها يا صديقي في إيش؟ هذه ليست درجة تطلع معك بالراديان هنا إذا كتضربها في إيه؟ في سبعة خمسين و ثلاثة هاي بتقولي بضرب سبعة و خمسون فاصل ثلاثة لماذا؟ الواحد راديان يساوي سبعة و خمسون و ثلاثة درجة نضربها على الآلة الحاسية أصدقائي يعني سبعة و خمسة تقرب تطلع تسعين منطقيا يعني سبعة و خمسين مرة و نصف تطلع تسعين بهذا الشكل فسبعة الإجابة دا سؤال سهل و بسيط فكرتو أنه راديان ما تطلعها بالدرجة ثمانية عزائي يتحرك الجسم نقطي على مصار دائري طول نصف اختروكام خمسون و عشرون إذن R خمسون و أربعون بزاوية خمسون و عشرون أسف بزاوية فيتا فما المسافة التي أعطاها الجسم على المصار بوحدة المتر نفس الحكي رجعنا يا جماعة الخير و الناس يساوي R في ماذا في فيتا ولكن هنا فيتا مخوضة ثلاثين درجة تقول ليحولها الراديان كيف حولها الراديان حطل خمسة و عشرون محل R محل فيتا يا أصدقائ حطل ثلاثين ضارب خطف صف عشر باي على مية ثانين في الرياضيات صف عشر في الرياضيات صف عشر و إذا ما أردت التحويل أضر في باي على مئة و ثمانين من أي من ستين إلى نصف قطر أو رديان فهنا واحد هنا ستة اختصار خمسون و عشرون باي على ستة خمسة و عشرون على ستة يعني بحدود بيطلع الجواب منطقيا إيه ثلاثة عشر أنا أكثر إيش منطقي ثلاثة عشر بدون على حسن ما بيحتاج واضح أصدقائي هاي طيب هنا سؤال اثنين سؤال لطيف و حلو برضه أصدقائي هنا بدي أكتب بخط القلم ممكن خط القلم ما يكون واضح لقراءتك فإذا انت حدث تخذ الإجابة بشكل ممتاز يعني ما تتغلب فهنا بحكيها خذها من كلامي الإزاحة الزاوية هي مقدار الزاوية المركزية ويعبر عنها بمقدار طول القوس الذي يقطع الجسم في الحركة الدائرية مقسوما على نصف قطور المصعر بهذا الشكل سهل وقصيد التعريف أثنين يا أصدقائي الصورة الزاوية هي الإزاحة الزاوية التي يدورها الجسم في وحدات زمن طب لا أحد يقول لي مقسوم الإزاحة الزاوية على الزمن يعني عادي بي مش يا جماعة الخير مش قرآن هاض ووحداتها ريان عتب راد لماذا لكل ثاني التصارع الزاوي المتوسط هو أصدقائي المعدل الزمني هذا هو تعريفه المعدل الزمني للسرعة الزاوية تصارع وتغير السرعة بالنسبة إلى الزمن طبعا اتفقنا أصدقائي على عرف المفاهيم ثالث مع بعض نذهب وأنا حل وكثير بأنبساطي أصدقائي حليتم معي جدا بكم رائع إذا أعجبك الفيديو وحسيت حيثك مستفيد منه أصدقائي لا تنسى تضغط زر اللايك كثير بسهدونا وقدم لكم إن شاء الله محتوى أفضل بهذا الشكل نظر هنا مع بعضنا للبعض إذا كان طول قطر ركز على طول قطر هاي ما بتمشي جمعي قطر نين سنتي يعني نصف القطر كم يا أصدقائي واحد سنتي أو واحد في عشر قوة سالب اثنين ليش في عشر قوة سالب اثنين لتحويله إلى متر وحركت الفأرة كم يا أصدقائي ناشر سنتي يعني أس كم يساوي سفر فاصل واحد اثنين متر فما الإزاحة الزاوية للكرة شو بده؟ بده فيتا الإزاحة الزاوية هي فيتا رجعنا لنفس السيرة قلنا جمعة الخير فيتا شو يساوي أس على ماذا؟ على أر أس هي سفر فاصلة واحد اثنين واحد في عشر قوة سالب اثنين بتطلع معك يا أعزائي اثناشر رات بهذا الشكل حاب تخليها برا تخليها حاب يا أصدقائي تحولها حولها والله أنا ما عندي مشكلة بقول لي واحد بدي أحولها بقول له والله انت حور هاي فيتا شو بتضربها؟ بتضرب الاثناشر راتيان بتضرب ليها في سبعة وخمسين فاصلتات وضربها على الآلة الحاسبة يالله ثاني أجب لكم الآلة الحاسبة أشوف هاي الآلة الحاسبة هاي الآلة الحاسبة اضرب يا عزيزي اثناش في سبعة وخمسين فاصلتات بطلع ستمية وإيش؟ واربعة وثمانية سبعة وثمانية فاصل ستة در وضحي عزائي بهذا الشكل نذهب لالتي بعضا سؤال سهل وبسيط سؤال أربع سؤال أربع بمعنى ألفا ركز هاي شو معنى ألفا فما قطور الإطار الواحد للعربة ما علاقة ما بين التسارع الخطي والتسارع الزاوين تكتفكر ما بين التسارع الخطي عنده تسارع الزاوين ما العلاقة بينهما؟ قانون نقول بأن A يساوي R في ماذا؟ في ألفا فقط هذه هي 1.85 يساوي R الذي لا نعرف ما هي في ألفا التي هي 5.23 2.3 نقسم يا عزيزي R يا أصدقائي نقسم على الآن الحاسبة هي 1.85 تقسم 5.23 فبتطلع معك 0.35 تقريبا ولكن هذا ليس القطر هو يريد القطر فالقطر يا أصدقائي الدياميتر يساوي 2R وضرب هذه 2 فبتطلع معك 0.7 متر 0.7 يا أصدقائي اتفقنا يا أصدقائي هنا نذهب إلى التي بعدها 5 5 يمثل الشكل المقابل خيطا ملفوفا حول عجلة كم نسل القطر يا أعزائي 20 سنتي ستتعمل بالسنتي بتحطى 0.2 متر ما مقدار دوران العجلة اللازم لفق 30 سنتي مترا من الخيط هذه S س يساوي أصدقائي هي 0.3 متر واضح مع مقدار دوران يعني أنت تريد فيتا هم بقول لك نفسها ستعلقان ضلعي عيد شونا نعمل ضلعي فيتا يساوي أصدقائي هي ماذا س على 0.3 على 0.2 واحد ونص رديا تمام بهذا الشكل هنا إيه أعطيتني إيها بالرديان بتقول بتقول اسمع علي يوم ما تعطيني إيها بالرديان أنا شو بدي بتقولك ما مقدار دوران يعني أنت بتك ريف فعن ريف لفة هذه الفكرة كيف تحاولها لفة لا ننسى يا أصدقائي بأن ريف عدد اللفات هي عدد اللفات لا تنسى هذا القانون ويساوي فيتا على اثنين باي كم فيتا واحد ونصف تقسيم اثنين باي واحد ونصف تقسيم اثنين باي واحد ونصف تقسيم اثنين باي سفر فاصلة اثنين اربع ريف الريف يعني لفة يعني هو لم يكن لفة واحدة بل جزءا من هذه الفة ما يعني تقريبا إيه يعني أقول لك ربع الآن ليس ماضين لنا بصير ربع بس قلب شوي تقريبا ربع نذهب الى التي بعدها سؤال ستة تقريبا ربع تطبيبا ربع تقريبا ربع تقريبا ربع الثمانين تقسمها على مية عشان تحول السنتي الى متر وهذه قطر انت لا تحتاج القطر نحتاج نصفه نصف ثمانين اربعون وتسارعت بانتظام الى سرعة قدرها هذه اصدقائي سكون طبعا لا نسى كلمة سكون بمعنى انه بي صفر وهذه بي اثنين عشرون تقول لي طب لماذا قلت انها بي سرعة خطية بحكي لك ببساطة يا اصدقائي معطيك الوحدة متر لكل ثاني يعني الوحدة بتعرف الزمن هي دلتتي تسعة اوجد التسارع الزاوي والسرعة الزاوية النهائية لإحدى عائلاتها ماذا يعني السرعة الزاوية النهائية بمعنى بي اثنين ولاسة منه سؤال سهل وبسيط وتقول لي ايه التسارع الزاوي بتقدر تطبق على القوانين باشرة وتقدر تطبق يشو اصدقائك على ايه التقوانين الحركة بتصارع ثابت انت حر زي ما بدك كيف اوجد طالع معه يقول لي واحد بدأ احلها بالطريقة في تنين يساوي في واحد زائد اي تي صح؟ شادر القانون في تنين كم؟ عشرون من جبت هذا القانون اخذناه يا جماعة الخير في درس الحركة في بعدين في المقلوفات في واحد هي صفر لماذا صفر؟ لقد تحركت من السكون التسارع انا لا اعرفه ما بدنا ايه تي هي تسع تسع ثوان تقسم التسع على العشرين ويطلب مع ايه عشرون على تسع هي اثنان فاصلة اثنان اثنان متر لكل ثانية تربية طيب احن تجي بتسع النساء بتقول لي هذا ليس تسارعا زاوية هذا تسارعا خطيئا بقول لك يا روحي الف شو ساوي ايه على اخر بس هذا هو حط اثنين فاصلة اثنين اثنين قد نصف القطر سفر فاصل اربعة نقسمها على سفر فاصل اربعة يطلب معك ايه خمسة فاصلة خمسة ستة راد لكل ثانية تربية سؤال سهل وبسيط اطلع للي بعده طب انت شو بدك الحين بدي السرعة الزاوية النهائية بتقول لي و لا سأل منه و تينين يساوي في ثينين على ار صح في ثينين عشرين على ار سفر فاصل اربعة وبطلب معك خمسين راد لكل ثانية اذا قسمت بهذا الشكل جدا سهل و وسيط يوجد طرق اخرى للحال واحد بيحكي لنا بدي حولها الى و اعمل و اعمل و اعمل و واحد زائد الف فتيعاتي انت حور ما في اي اشكالية جماعة الخير نذهب للسؤال الذي بعده سؤال سبع هذا الدرس مهم للتوجيه يا اصدقائي عليكم اي يعني 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 بس انك تفهم شعنة زاوية و شعنة صرع زاوية و شعنة صرع خطية شعنة صرع زاوية بس اي الفكرة اذهب هنا يدور الملف الاسطواني في محرك غسالة شو هاي الوحدة يعني ايش للدقيق و عند فتح اغطاء الغسالة توقف المحرك عن الدورة توقف بمعنى اي صفر يعني و اثنين صفر فاذا احتاج الملف كامية اصدقائي ثمان ثواني حتى يتوقف فما التصرع الزاوية ولا سهل من النصوات هيك ليش؟ بتقولي اول اشي هاي معطيني و واحد صح؟ بس و واحد اذا بتعطيها بالرب بيرمانتي عم احترامي لا تكونش درس الدرس ليش؟ ممنوع منع عن باتة نتحط لفة لكل دقيقة لازم تحولها لراد لكل ثانية كيف حولها لراد لكل ثانية؟ قلنا و واحد يساوي اثنين باي في اف حيث اف هي لفة لكل ثانية تير بالك اف لفة لكل ثانية اثنين باي كام اف ستمائة و خمس و ثلاثون على ماذا؟ على ستين لماذا قسمت على ستين؟ لانها هي لفة لكل دقيقة انت تريد لفة لكل ثانية ضع عندك دا احسب اثنين باي في ستة ثلاثة خمسة تقسية ستين اطلع معك يا صديقي ستون و ستون و نصف ستون و ستون و نصف راد لكل ثانية طيب وبعدها شو من العمل؟ بتقول لي بدي التسارع الزاوي اقولك في قانون التسارع الزابتة ايش الفة W2 ناقص W1 على دلتا تي او بتحط على القانون الطاوي بتقول لي W2 او بتحط لهيك W2 يساوي W1 زايد الفة تي و انت حرب بالطرفين عزيزي فكم W2 هي صفر لانك توقفت W1 ستون و ستون و نصف دلتا تي هي ثماني ثواني ضع ستون و ستون و نصف و قسمها على ثمانية بقامك يا صديقي ثمانية فاصلة ثلاثة واحد راد لكل ثانية تربية شو يعني التسارع السالب؟ ماذا يعني؟ بانه يتباط فقط تباط يتباط نذهب إلى سؤال الذي بعده سؤال ثماني تباط تباط زاويات دوران بالعلاق احسب على السرعة الزاوية جمال خرص على التافئ و جدا بسيط بس ايه بدك تركز عشوية شغلت قال لك معطي كفيت تمام وقال لك بدي الزاوية اللي خضي للحلقة عندما تيك كم يساوي ثلاث ثوان يتقول لي ولا سمينه هاي آل شايف القانون هاض بس محلتي حط شو حط ثلاث ويحسب معي وميجا أو ضابل هي خمسة مجموعة بستة مضروبة في ثلاث زائد ثمانية عشر في ثلاث تكعيب فهي خمس زائد ثمانية عشر 18 في 27 من وين جئنا السبعة وعشرين يا جماعة الخير ثلاثة تكعيب 486 مهن نقول هنا بعض قدي بطلع 509 راد لكل ثاني هذي هي السرعة الزاوية هؤلاء واضح طيب با السرعة الزاوية المتوسطة كيف حسب السرعة الزاوية المتوسطة السرعة الزاوية المتوسطة يا صديقي هي و متوسطة قانونها فيتا عند الزمن الثاني ناقص فيتا عند الزمن الأول على دلتتي تمام طيب يا حط الحين عندك على فيتا تقول لي شو فيتا عند الزمن الثاني يعني فيتا عند الثلاث ثواني يعني في من دك تعوض في قانون فيتا أنا في مين تعوض الحين في قانون فيتا فيتا اثنيا عندي الزمن ثلاث ثواني سحك تعوض اثنين كثير ناس بدخاربط وتعوض اثنين لا يا جماعة الخير احنا زمننا ثلاث من عنده مش من عندي جايب هاي خمسة في ثلاث زائد ثلاث ثلاث ثربية زائد أربعة ونصف في إيار في ثلاث 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 ثمين ‫سربين مع الحاسب لا يا جون ثلاث فهم unit ثلاث ثمين قوز 3 ونصف واحد ثمانين ترون ثمانين في أربعة ونصف زائد خمستار زائد سبون وعشرون 410 وزت اتمر الأنو طيب الحين شو بدك تعمل الحين بدك تعمل اللي هي عند صفر ففيت الواحد عندي الصفر اريح هيش الصفر خمسة في صفر صفر وثلاثة في صفر صفر واربعة ونص في صفر ايه صفر يعني بقاش متحرك مو بالعقل يعني بقاش ماشي فعندك اربعمية وستة ونص ناقص صفر دلتتي ليه ثلاثة ناقص صفر ليش ثلاثة ناقص صفر لانه الثاني كان عند زمن ثلاث وهذا بدأ من الصفر بتقسيم ثلاث بطلع ناك مية وخمسة وثلاثين باصلة ايه خمسة راد لكل ثاني هذه هي سرعته الزاوية ايه المتوسطة تمام تعمل مباشر سهل وبسيط نطلع اللي بعدها اللي يجيب تسارع الزاوية اللحظي ومعطيك قانون بدل ولا سلم عوض الفا يساوي ستة زايد اربع وخمسون كمتي هي اثمان تربية ستة زايد اربعة في اربع وخمسين هي مئتين وستة عشر ستة ومئتين وستة عشر مئتين واثنان وعشرون راد لكل ثانية تربية اخر شي اصدقائي دال التسارع الزاوي المتوسط خلال الحلقة خلال الفتر كيف بحس بالتسارع الزاوي المتوسط ومعطيك قليات هون يا جماعة الخير الفا متوسط يساوي وعند الزمن الثاني نقص وعند الزمن الاول على ايه؟ هتغير في الزمن نقص وعند الزمن 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 ثلاث كنا حسبنا قبل او لا هذه كواه اربعة خمسة وهنا ثمنتاش سبعة وشرين في ثمنتاش مش عارف كني حسنة سبعة وشرين في ثمنتاش قبل اربعة ومية ويش ستة وثمانين خمسمية وتسعة حسبناها اوه هيا هون حسبناها ما احنا حسبين تمام ايه طيب احسب الحين و عند صفر و واحد عند صفر خمسة بطل جوابها ليش خمسة زائد ستة صفر تمنتاش صفر تكعيب سفر فائش صفر صفر وضل خمسة عوض يا صديقي هنا تم دابل يو اتنين هي خمسة فاصلة تسعة ناقص خمس على دلتة هي ثلاث خمسمائة وأربعة على ثلاث خمسمية و اربعة تقسيم ثلاث عندك مية و خمسة و ثمانية و ستين مية ثمانية و ستين هيكي لا شيء طالا اوكي راد لكل ثانية تربيتك من الالة الحاسبة فلاش ما ايش لان وراتي كثير احسن في عقل اطلع اشياء خطأ الجواب صحيح 168 راد لكل ثانية تربية بهذا الشكل تمام لهذه الطبيق هذا بالأتي سؤال تسع تتغير السرعة السرعة المحرك من تسعمائة دورة طبعا كل ميدورة يحكيين عنهم رفوضة الى 300 دورة لكو دقيقة 10 ثوانيما متوسط تصاروح زاوي ومعائد الدورات التي يدورها الى ان يقف يعني W2 طيب بحكي لي اسمع لي اول اشي هاي و واحد بنفعش نحط دورة لكل دقيقة هنحول على اثنين باي اف اثنين باي اديش تسعمية على ادي اروحي على ستين تسعمية على ستين خمستاش في اثنين ثلاثين باي راد لكل ثني و نفس الحكي يا صديقي هنا دابل يو اثنين ثلاثمية في اثنين باي على ستين فهي عشرة باي حابة تخليها بالباي خليها بدك تخليها في الباي انتحر زي ما بدك ما متوسط التسارى بدل و الاسهل منقات تسارى يا اصدقائي الفا يسابي دابل يو تينين ناقص دابل يو واحد على دالتي وهي عشرة باي ناقص ثلاثين باي اقدي الزمن اللي هو خلال عشر ثواني ثبت لها بتناقصة سالب اثنين باي اللي هي راد لكل ثانية تربية طيب وما عدد الدورات قل لي عدد الدورات ان يساوي فيتا على اثنين باي طيب بعد يجي بحكية طب ان فيتا مش معرك اقول لك داك تطلحها كدو طلحها يا اصدقائي هي من طلحها هنا طبعا هنا الى ان يقف واضح؟ بدك دير بالك يعني ايه؟ يعني صفر بتبلش من اولى تتقف فبتحط فيتا بسابي دابل يو وان تي زائد نص الفة تي سكوير اه بس انا هنا عندي مشكلة يا جماعة تغفير ما هي المشكلة؟ انا تي ايدون اتنو اعرفش فما بستخدم هذا القانون لك دور قانون ثاني انسا دابل يو اثنين تربيع نسابي دابل يو واحد تربيع زائد اثنين الفة في فيتا هذا قانون اي نافع مية بالمية اختار القانون مش حافف زي زيك بدور دابل يو اثنين هي توقف فهي صفر ودابل يو واحد والذي بدأت به الذي بدأت به هي ثلاثين باي تربية ثلاثين باي تربية اثنين الفة ومتوسط التسارح هي سالب اثنين باي في فيتا ويساوي تسعمية باي تربية نقص اربعة باي فيتا ففيتا يساوي انجل هنا الطرف الثاني واقسم على اربعة باي تسعمية باي تربية على اربعة باي زحلق زحلق تسعمية على اربعة يا جماعة الخير ويطلع معاك ايو شدي ماتين وخمسة وعشرين في باي بيطلع معاك سبعمية وسبعة دورات خلاص هجبر سبعمية وسبعة عراض بس ما خلصنا يا اصدقائي ما فكرة كان بمكانا ليش خليك خليت ماتين وخمسة وعشرين جد ان يغب طيب ما علينا دخليها بسيك فيتا حكينا اللي هي ماتين وخمسة وعشرين باي ماتين وخمسة وعشرين باي جماعة الخير هنا في السائل سعمية وسبعة تمام هنا على اربع يصري على تنين باي بتروح بتروح ماتين وخمسة وعشرين اثنين هي مية واثناش ونص لفة قدي لفت مية واثناشر ونص لفة بهذا الشكل تمام يا اصدقائي تمام يا اصدقائي يعني هيك بتطلع بشكل كامل طيب نكمل اللي بعد سؤال عشر ما هذا الكلام يعني صف حركة الجسم يتسارع بتسارع ثابت في الحالة الاتية اذا كانت تسارع اصدقائي عمودي على سرعة بمعنى اتجاه محصلة القوة عمودي على السرعة طيب انت هيك ماشي صح؟ كيف ان راح اعمل هيك عمودي على السرعة يعني هيك ان اعملتك التسارع قوة فانا راح ازيحك شوية هيك تمام؟ وبعدها راح ازيحك هيك وبعدها راح ازيحك هيك لفوق ولفوق وبعدها هيك وبعدها لهيك وبعدها هيك وبعدها هيك وهيك عمودي على سرعة فانت شو راح تتحرك بحركة دائرية لو فيه ايه على اليوتيوب تفتع اليوتيوب شو كيف راح يصير عمودي على سرعته اعمل تجربة شو التجربة ياها من اصدقائي نجيب لك حبل وثبته هنا تمام؟ ثبت وهي رأس الحبل فط جوا اشي فط هنا اشي معي وظلك عامل ايش؟ ايه قوة عمودي على هيك عليها الرأس راح يلف حركة دائرية بس اذا سوف يتحرك الجسم في مصاري دائري بهذا الشكل دائما اذا كنت عمودي على تجاه الحركة راح يتحرك بايش؟ باتجاه دائري بتقول لي طيب اذا مال هيك اقول لك ما هيك انت راح تصير تحرك وهيك العمودي عليه فرح يضل هي ايه لف ست ورية طيب واذا كان موازن الى سرعته ماذا يعني ايش موازن الى سرعته؟ يعني هيك هاي جسم وخبطت هيك موازن الى السرعة واذا ما ماشي هيك شو راح يتحرك؟ حركة انتقالية حركة انتقالية ببساطة نذهب الى السؤال الذي يبعده تؤال احد عشر ايه يستطيع حبل خفيف حمل ثقال كتل تو خمسة وعشرين كيوم هاي الزرمة هاي الزرمة حبل خفيف وهي حبل ويحمل ثقال هديش الكتلة؟ خمسة وعشرين كيلو جرام هاذا الماكسيموم اقصى ايش طيب ربط باحد طرفي جسم كتلته ثلاثة كيلو وثبت بطرف الاخر يعني هاذا الزرمة هيك ثبتنا الحبل وربطنا جواشه ثلاثة كيلو جرام جمعت الخفيف ثلاثة كيلو جرام هاي شو معناه؟ وصرعت قوة تحت الهيجادة مقدارة ثلاثين نيوتن هذا سهي فكرته فاذا تحرك الجسم يعني هذا الزرمة حركة دائرية قد نصف قطرها ثمانين يعني آر يساوي سفر فاصل ثمانية متر على سطح طاولة وفقية ملسة هيك ازا ما صار يلفو على طاولة هيك فما قيم السرعة التي يمكن أن يتحرك بها الجسم دون أن ينقطع ماذا؟ الحبل أنت أكثر شيئا ديشي بتقدر تحمل خمسة عشرين كيلو هذي اف ماكسيموم إحنا بنا نحسب على المكسيموم يا جماعة الخير أنت ما بدك تحسب على هاي على الأم الثلاثين بدك تحسب على الأم الخمسة عشرين يعني أنت عندك القوة مش بتقولي القوة يساوي ام في اي سنترال مش هاده القانون نيوتن القوة تساوي البتلة في ايه بتصارع المركزي قد داء القوة أنت عندك ماكسيموم خمسة عشرين في عشرة ليش في عشرة؟ ما هي نيوتن قد دي الكتلة يا أصدقائي هي خمسة وعشرون في التصارع المركزي في تربية على آر بس هاي فكرته زحقها hay زحقها ووضروب 0 فاصلثمانية بطلع ثمانية يساوي تربية خلت جعل على الفرق فيم ده أنا آسف هنا مش 25 أنا في الكتلة لكتلة الثلاث إنت بحسب على المكسيمو هذا أقصى قوة بقدر تحمل لو أنت عندك ثلاث هاي الفكرة أهي تخفضنا طيب يا يا جمعة خير شو اللي صار سفاهمك هذا المكسيمو محصلة للقوة قبل ماينك طيب إنت رح تتحمل لجد لحديث المتين وخمسين هاي متين وخمسين قدل كتلة اللي حاط لك يا حاط لك ثلاث هاي ثلاث في بيتر بي على ار من وين جبت البيتر بي على ار هي التسارع المركزي تسارع المركزي يسأل السرع الخطي مربع السرع الخطي على نصف القطور على الحين شو بدك تسوي يا صديقي بدك تضرب 250 في ار اللي هي 0.8 وتقسمها على ثلاث وتقضي لك كل هذا الحكي جاذب اطلع معك في واذا عملت يا صديقي انا مرحل الالة الحاسبة 25 في الثمانية قديش عندك هاي مئتين مئتين على ثلاثة الله عم مية وطلع ستة 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 سبعة جذر ستة 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 سبعة ثمانية فاصلة ايه ثمانية فاصلة واحد فاصلة ستة ستة سبعة فانت لازم تكون ايش اقل منها او يسوي بس واضح واضح هاي هي القيم هاي اقصى قيمة طبعا متر بكل ثانية واضح يا اصدقائي بدك تدير بالك سينة وبسيط بس بدك تدير ايه بكتير بالك نطلع اللي بعده مرة 11 12 12 لاحظوا السرعة مش صعبة بس بدك تكون طالب دير طيب سؤال 12 سيارة في مسار يشكل جزءا من دائرة بسرعة ثابتة معطينا السرعة فاذا تأثر السرعة في قوة معطيك اف فما القوة التي سيتأثر بها اذا اصبحت السرعة اية 18 متر في الثانية يعني في تينين وهنا اية بي واحد تمام تمام بتقول لي اف شو يساوي ام في اي سي مش رضو قانون كم القوة هنا هنا مئة وثلاثين اه سوري هنا القوة بانه سرعة ثابتة هنا وعندك جزء من دائرة وعندك هنا اصرت السرعة قدية 18 يعني هنا برضو اف يساوي ام في اي سي كم القوة الحين هنا داك تعمل في الحالة الاولى القتلة ثابتة اتصاره اللي هي في تربية على ار 14 تربية على نصف القطر على سؤال الرياضيات مستوى الفيزي اصلا 14 14 196 ام على ار واضح بساوي اف اف طيب ها هي جمعات الخير وطبعا اف معطيك هيها قدية 130 يساوي 169 ام على ار فقدر بيطلع معك ام على ار اقسمهاي على هاي ام على ار 130 169 196 10 0.66 اه اوض هنا يا صديقي اه وهي القوة كابلة بدنا اياها ام ثابتا اي سي عندك تسرع جديدة 18 18 تربيه على ار صح؟ بتقول لي قديش الحين ام على ار وانتم طلحها قدي ام على ار 0.66 وانتم طلعها وانتم طلعها وانتم طلعها كابلة مالا اصدقاء سهل واحد وانتم طلعها بصدقاء سهل واحد ما كابلة أن القوة تساوي الكتلة في التسارى ثلاثة عشر ثلاثة عشر تتحرك سيارة شرقا فإذا غيرت مصارى تصبح شمالا ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني هذا الزامة برايح وبعد يصار هيك يعني عديش الزاوية تسين درجة لقوة سندال يعني عمل هيك فقطع مسافة معطيك S ومعطيك T جدي التسارع المركزي والسرعة الزاوية المتوسطة نفس الحكي يبقوني شو بستفيد من S و T وهي فيتماعك هاي فيتماعك أول شيء فيتك D تسعين درجة وازبط شيء تعملها بالدرجات تشتغل فيها فبدك تحط تسين في باي على مئة وثمانون تطلعك باي على اثنين ليش باي على اثنين فيها واحد فيها ثين ربط اختصار اختصار قصور فهي فيت فهي فيت عند قانون تاني شو بيحكي لك S يساوي R في فيت هدي S يا أبطال مئتين أوتلا خمسة وثاتين R ما تبدك يا فيتا باي على اثنين فR يساوي اللي هي أربعة مئة وسبعين تقسيم باي مئة وتساوى ربعين فاصل ستة متر هذا نصف القطر اللي قطعه حسنا طيب تكت تسارع المركزي التسارع المركزي أصدقائي A C يساوي V تربية على ماذا على R صح؟ ونحن طلعنا طيب احنا مش معنى هاي فكرة بدنا الحين ايش بدنا V طلعنا R طلعنا طيب V شو يساوي ما انت عند قانون ل V برضو V يساوي المسافة على الزمن اللي هي S على T خلصينا على زاوية V يساوي S على T ايه متين وخمسة وثلاثين على ستة وثلاثين ستة فاصلة خمسة ثلاث متر في الثانية يعني ستة فاصلة خمسة ثلاث تربية ماذا هو التسارع المركزي؟ السرع المتوسطة الزاوية جماعة الخير يعني بده يش W متوسط يساوي دالتا فيتا على دالتا T قديش قطع في الفيتا يا اصدقائي باي عثنين باي عثنين اقدي زمن ستة وثلاثين ثانية شفت الباي تقسيم بيطلع مع كل الحكيها سفر فاصل سفر أربعة أربعة راد بتكون ثانية الأرقام يعني أكد كمان مرة الزاوية مئة بالمئة طالع نصف القطع و تساربين V يزاوي متر لكل ثانية طيب ستة وربع ناعة مئة تساربين طالع التسارع الزاوي بهذا الشكل يعني هذا الحكي كله ياتوي يعني منطقي بهذا الشكل ما في يعني اشي وش منطقة فيه كله منطق الحكي هاد يعني نوضع اللي بعده سعيل أربعة عطاش برضو سعيل أربعة عطاش ايه صورة حدا وضرب حجار شو القصة طيب نيجي نطالع حين جسم كتلته أربعمائة غرام طبعني جماعة الخير ترفض هذه الكلمة بالغرام على طول فإحنا بنحولها سفر فاصل أربعة كيلو مربوط بخيط طولة يتحرك في مسار دائري عمدي إذا كانت سرعته في أعلى نقطة في أعلى المسار نعطيك أربعة احسب الشد في الخيط عند تلك النقطة نفس الحكي F يساوي M A C عادك يا كثير كامل كتلة يا عزائي القوة اللي بدأت تنحط عليك يا جماعة الخير والشد كدي كتلت سفر فاصل أربعة A C هي في تربية على R A C هي في تربية على R نكتب الكوياه وليهم سفر فاصل أربعة أربعة تربية على نصف قطر R 2 بطلب معك 16 في أربعة ستة فاصل أربعة نيوتن تمام نقسم على 2 أخر سؤال من هل موضوع كامل هل هو خمسة عشر ده سؤال تقليدي خمسة عشر يدر أورس 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 يا عمي أورس يدر أورس حول مركزه بسرعة دارية منتظمة مرفوض رف بير منت يا جماعة الخير فبتحولها على طول طبلي واحد يسبب اثنين باي في اف نين باي في اربعين على ستين ثمانية على ستة جديه ثمانية على ستة واحد فاصل ثلاث ثلاثة في باي أربعة فاصلة واحد تسعة رات لكل ثانية هذه هي البداية أربعة فاصلة واحد تسعة بقول لك زمن الدوري لما عند القرص بدل ورسل من زمن الدوري شو يزاوي نين باي آر على ذي صح طيب شو بدنا نعمل الحين معطينا على شي تاني غير ولا مش معطينا طيب طيب زمن الدوري ما معطينا اياه خلاص اماما هذه سهلة وبسيط انا ام سوري معطينا اربعين لفة لكل دقيق يعني قديل زمن الدوري قلنا زمن الدوري في قانون تاني لهو عدد الزمن على شو على عدد اللفة ويش موجه راسي يعني قديل زمن يا جماعة الخير ستين قديل عدد اللفة تربية يعني قديل زمن الدوري ستة على أربعة لي واحد ونص ثاني ببساطة ولو وضعت هنا ما هي بتختصر هاي فار مع عربيتر واحد وصف في اثنين باي عدد نفس المبتع حق اثنين باي عدد وازم يعطيني واحد وص تقسيم الياه 4.1.6 مية بالمية طبع يعني بتقدر تستخدم هاي برضه مية بالخير ما عندي مشكلة وتختصرها بس برضه هي كارية السرعة الزوية للقرص هاي طلعناها السرعة الزوية للقرص هاي اثنين السرعة الخطية لنقطة على القرص تبدو عشرين سانتي يعني R 0.2 V يساوي W في R W يا جماعة الخير 4.1.9 6 في 0.2 0.8 4.1.9 6 في 0.2 0.8 4 متر لكل ثاني 3 5 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 6 6 6 7 7 8 9 9 6 7 7 8 9 9 9 10 10 10 11 11 12 10 10 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 17 18 19 19 20 20 21 21 22 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 23 23 24